نتمنى ده بإذن الله لكن زي ما تعودت دايماً وأبداً ضربة البداية مع مقالي ومقاله ليست جدارة ولكن توظيف إيه المشكلة؟ أين الجدارة وأين التوظيف يا بشوانس؟ أقول لك أنا الجدارة إنك أنت تملك مقاومات معينة تحطك في مكان معين فلما توصلها لأن دي إمكانياتك فلما نيجي منتخب مصري مثلاً من أول يوم وإحنا بنناقش هو ليه كرش كيروش بيعمل معنا كده هسميه كرش باقي بعد المكسب الأخراني ده أيه تعدله ليه إنت عملت تصرب غرابة معنا وتلبس للشمال في اليمين وبعدين يوم ما يعدل الأمور ونكسب يقول لك بعض الناس بقى إحنا بس اللي كنا شايفين الصورة وإحنا بس اللي كنا بنقاذر لا مصري كلها كانت شايفها الصورة ومحدش فاهمني إن كرش له فضل في حاجة في الحتة دي كرش له فضل في حاجة واحدة إنه رجع للمألوف لبس اليمين في اليمين والشمال في الشمال أيوة يعني إيه نقول لك كيروش دانا درس وعلم علينا كلنا ونعتذر له نقول له متأسفين يا كيروش لو كان كمل بعد المنعم بكرايت لو كان كمل بصلاح راس حربة ومصطفى محمد جناح لو كان كمل بعد الله السعيد ومش عارف تريزيجيه ماله وأيمن أشرف مدافع لو كان عمل هذا واستطاع أن يحدث طفرة في الفريق نقول لأ دا انت رؤيتك بسم الله ما شاء الله عليك فجئتنا جميعا وإحنا مكناش فاهمين حاجة لكن لما ترجع للمصر كلها طلبتك بيه إن كل السعودية التحليلية كل المواطن العادي لإن الأمور إحنا كنا شايفين فرقيتنا عارفنا أنا أنت تعرف مدرسي إن أنا مش من نوع اللي حب ينتقد العمل الفني أبدا ودايما نقول لك المدرب أضرب بفريقه في إطار إيه ألعب مين بس في مكانه بدل مين أنت حر في تشكيلك ألعب بالخطة اللي أنا عايزها نجرب لكن أننا أفنة الكوتشينة وبعطر الأوراق وأرجع الثاني ألمها عشان أرجح لطبيعتها فلما أرجح لطبيعتها نقول له شفته بقى الراجل وإحنا ضيعنا شهر ونص أو شهرين ملهمش لازمة كان زمان فرقيتك دي لو بالعدلة بتاعتها وواخدة كل التجارب السابقة دي كان زمان فرقيتنا دي عضمت ووصلت لأعلى مستوياتها